انا جيت قلت لحضرتك حضرت جلسة وفيه خص قدم حفظة ليه طلبات انا بطلب اجل اطلاع او بطلب اجل لحضور المحامي الاصيل هو اللي فهم قضيته او بطلب ان انا اخد صورة من المذكرة التي قدمت بمعرفة الخص انا مخدتش لازم اثبتها في محضر الجلسة كل جزئية بتحصل في الجلسة لازم تتثبت في محضر الجلسة لو في جزئية لم تثبت في محضر الجلسة فاتت عليك خلاص اهدر حقك فيها كأنك تنازلت تنازلا صريحا عن التمسك بحقك في تحقيق هذه الجزئية كل ده انا بديته على المعلومات اللي حضرتك استقطها من المكتب وما تم من مجهودك في المحكمة انا علشان اعمل كل الشغل ده لازم يكون محضره لازم يكون مرتبه للاسف نزور حضرتك في المحكمة بدون ترتيب خطأ حضور حضرتك المحكمة من غير ما يبقى معاك ورقة مكتوب فيها ما تعتمدش على الموبايل وبلاش نعتمد على الواتساب والبيانات اللي تتنيل واكتب المعلومة على الواتساب اطلع الاربعة اتنين وتطلع التلاتة خمسة وتتكتب غلط والقرار يتكتب غلط واليوم يتكتب غلط والحروف تبقى واقعة ده من اخطر الامور لان حضرتك هتبقى واقعة وحيد في المحكمة اذا ما كانتش معاك المعلومة صح محدش هيجوبك لا محامين زملاء ولا موظفين فلازم اعتمد ان فيه ورقة مكتوبة ورقة صدرت من حد مسؤول في المكتب ليه عشان تبقى ريفرانس دي المعلومات اللي انتو اديتوها دي المعلومات اللي انا خرجت بيها من المكتب واللي على اساسها اشتغلت فلو حصل معلومة لو حصل ان معلومة من ضمنهم كانت فيها خطأ ما يكونش خطأ حضرتك تعفي نفسك من مسؤولية ليه ليه انت اللي هتحمل المسؤولية انت اللي فوش المدفق وانا بردت بالورقة بتاعتي ورتبت اولوياتي وكتبت الاهم في المهم وكتبت التواريخ والقرار والجلسات السابقة ورتبتها وروحت المحكمة وزبط زي ووجهي وشكلي وكل ده تمام وكل ده عملته لازم المسودة دي تفضل معي ليه بقى انا بعد ما انهيت عملي لازم اراجع عليها نقطة نقطة وانا عديت على دي ولا ما عديتش انا نسيت دي ولا مانستهاش هل جبت القرار ده ولا ما جبتوش لان ممكن حضرتك تبقى نازل مطالب انك تتنقل من محكمة المحكمة نازل مساء العباسية ومصر الجديدة رايح من دار القضاء العباسية رايح من مدينة ناصر للتجمع او العكس طالع من محكمة المحكمة فلو انت هتعتمد انك عايز تنجز وتجري في الشغل هتهدر الشغل يبقى لازم تركز في الشغل اهم من اهدار انك تخرج بنتيجة دايما اخرج بنتيجة عشان المعلومة عندي تكون كاملة بعد كده برجع بقى للأولويات اللي انا كنت مأجلها استكمال الاجراءات من ضمنها قلت لحضرتك في البداية رفع الدعم انا رحت ايت ودفعت الرسم ونزلت الرسم مع الصحيفة هل حضرتك اتأكدت من مجرد خروجك من المكتب قبل ما تذهب للمحكمة هل حضرتك اتأكدت من ان الصحيفة متصورة العدد الكافي اللي اعلان حضرتك حطيتها في ملف حضرتك جحزت المستندات او تم تجهزها ووصلت المكتب وقدهها لك تم تصوير التوكيلات تم تصوير صورة البطاقة بتاعي المدعي وتم تقديمها وتم قيدها بقف بقى انا على جنب باخد ورقة من من الاستاذ الموزة بيكون فيها بيانات القضية رقمها تاريخ الجلسة واليوم بتاعها والدائرة الورقة دي انا بنقلها في ورقة بره ليه؟ وبعد كده البيانات اللي فيها بملاها في اخر صفحة من ورق صحيفة الدعوة دي البيانات الاساسية اللي على اساسها بيتم الاعلان اللي هي في الاخر خالص في اخر صحيفة الدعوة بناء عليه انه انا محضر سالف الزكر انتقلته اعلان كل من المدعي اليوم للحضور بجلسة يوم كذا اكتب اليوم بتاريخ كذا اللي هو الموافق امام الدائرة كذا تفاصيلها سبعة مدني كل في محكمة شمال القاهرة الكائنة بميدان العباسية امام كلية الشرطة كتبت تفاصيلها لسماع الحكم بالطلبات كذا وكذا وكذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب على اطلاقها كتبت التفاصيل مليت البيانات برجع للموظف بختم الورقة ولازم اتأكد من الاختام واتأكد من ان انا ختمت الاصر وختمت الصور اللي بعلم دي اللي بيتم الاعلان بسلمها للمحضرين ممكن يكون المحضرين دول في نفس المحكمة وممكن يكونوا في محكمة تانية فانا بانتقل لهم لو انا عايز انجز في الوقت بروح لهم في ساعتها بشرط ما يكونش عدة ساعة 12 على زهاب حضرتك او حضور حضرتك للمحضرين لان المحضرين بيشتغلوا من 8 الصبح ل 12 دول يستقبلوا من بعد 12 ما يقدرش يستقبل منك وراء لانه بيرتب الفهرس بتاعه يبا دي جزئية انا بعرفها من تعاملي ان انا نزلت المحكمة روحت شوفت المحضر كذا عرفت المحضرين دول فين قاعدين في محكمة ايه لو اما قاعدين في نفس المحكمة او قاعدين في محكمة تانية فانا اما بنتقل الى المحكمة التانية او بسلموا اذا كانوا هما في نفس المحكمة اذا انا كده روحت المحضرين وقدمت الورق بتاعي والمحضر عد عدد الاوراق المختومة وعد عدد الناس اللي حيتعلنوا في دايرة اختصاصه جه حضرتك مثلا بيقايد اول حاجة المحضر يعملها بيقايد رقم فوق الرقم ده بتاريخ اليوم لازم حضرتك تخدم ليه لان هو ده اللي حيوصلك للاعلان بالتاريخ اللي حضرتك مقدمه يعني انا لازم اعلن قبل الجلسة في سبعة ايام طبعا مش ممكن لو انا هعلن ثلاثة في اماكن مختلفة اروح قبل الجلسة في سبعة ايام يبقى لازم اروح قدي مهلة مثلا قبلها بشهر هروح للمحضر مثلا الاول اللي هو في ساكن تمديهة ناصر اعلنوا عشر ايام اعدي عليهم باليوم بالتاريخ بالرقم اللي خدتوهم منهم اسحب الاعلان بعد كده اطلع لمحضرين مصر الجديدة اسلم الاعلان انا خلص تمديهة ناصر نفس النظام يديني رقم بختم جديد بتاريخ جديد وهكذا وبسحب الاعلان لان ده اللي حضرتك بتسلمه اول يوم للجلسة ده لو اصر صحيف طيب بعد اما بحضر اول جلسة القاضي بيأجلي الاعادة الاعلان فانا باخد نفس المشوار ده مرة تانية بصورة مختلفة انا لو رايح للسكرتير بعمل اعادة اعلان باخد منه معلومات على قلب يعلن بدون رسم وبختم لكن لو مثلا بعمل اعلان بالاجل الاداري اعلان بادخال اعلان بتعديل طلبات اعلان بتصحيح شكل الدعوة اعلان مثلا مشكلب aimsلا باجل الاداري اي نوع من الاعلانات دي لازم يتأيد له رسم يبقى لازم حضرتك تراعي فيها موعيد الخزن وبعد كده بتصير في ذات إجراءات تاني القيد في المحضرين نفس الإجراءات الأسسية اللي عرضناها دي من أهم جزئيات مراجعة العمل الإداري في جزئيات مثلا زي استخراج الشهادات لازم حضرتك تراجع في الشهادة بتاعتك أولا طلب الشهادة ثانيا تحديد الرسم ثالثا سداد الرسم رابعا الموافقة خامسا كتابة الشهادة والنموذج بتاعها واللي أنت عايز تكتبه في الشهادة إيه أنت عايز تجيب شهادة ببرائة واحد شهادة بقيض قضية في شهادات بتطلع طالما القضايا متدولة وفي شهادات ما بتخرجش لو كانت القضايا تم الحكم فيها طيب بعد ما بستخرج الشهادة لازم أأيدها في دفتر السواء وبثبت فيها الصفة والتوكيل وبسيب الطلب بعد كده بروح أختمها يبقى أنا لازم أحضر الجزئية دي طيب في عند مثلا حضرتك نوعية برضو معينة من القرارات في قرار مثلا يطلع بحبس غيابي يبقى أنا لازم أجيب رقم الحصر ليه بجيب رقم حصر؟ علشان اللي برجع فيه ليه؟ قسم اسمه قسم التنفيذ اللي بتابع هل المتهم اللي حصل على حكم غيابي عارض ولا ما عارضش؟ استأنف ولا ما استأنفش؟ هل لو المتهم ده موكلي أنا؟ هل أنا هعارض؟ أو مش هعارض؟ هستأنف ولا هعمل إيه؟ أو هقدم طلب تصالح محامي عام؟ لازم أراجع على كل الأمور دي قبل مخرج من المحكمة عن طريق الاتصال بالمسؤول في المكتب عندي اللي بيتابع معايا هذا العمل الإداري وكل ده يجب يتم تدوينه في ملف القضية كل ده من مراجعة الملف مراجعة الملف أهم شيء أنك تراجع ملف قضيتك في المكتب أنك تبقى مصدد على وجه الملف الجلسة بتواريخها بتسلسلها حصل فيها إيه؟ وكل مستنف حضرتك تجيبه صوره ليه؟ بتصوره قبل ما تفقده أنت بتروح تقدم الأصل في المحكمة بتقدم الشهادة في المحكمة بتقدم طلب التصريح بتقدم صورة الصحيفة طب لو أنت صورت ده أنا عندي ريفرنس عندي ما يفيد أن أنا استخرجت التصريح أن أنا طلعت الشهادة أن أنا طلعت النموذج ده أن أنا طلعت الصورة رسمية من الحكم اللي صادر في القضية كذا المرتبطة بالقضية دي كل ده لازم يبقى موجود عندي في مستنداتي اللي جوه الملف بتاعي حتى صورة المذكرة اللي أنا بقدمها حتى صورة مذكرة الخصر فيه ناس بعضا ما بتكتب مذكراتها في القضايا بمثلا بتعدلها فيه يبقى الصورة اللي تقدمت في المحكمة غير الصورة اللي موجودة عندي في الملف لا لازم آخر نسخة من تعديل المذكرة اللي أنا قدمتها عشان أبقى عالف أنا قلت إيه إيه الدفوع اللي سببتها وإيه الدفوع اللي مطلوب إن أنا أثبتها كل ده لما أرجع له أرجع أتأكد منه تاني إن أنا قايت ده في الملف ثبته صورت الأوراق حطتها مسختها في الملف القضية وسددت القرارات في أجندة المكتب ودي أهم جزئية يعني الملف حضرتك بتنزل عليه القرار لما بترجع بقى المكتب وخلاص خلصتي يومك ورجعت قبل ما تمشي واتصلت المسؤولي المكتب قبل ما تمشي من محكمة ورجعت المكتب بسدد القرار على وجه الملف وبقوم بسدد نفس القرار في الأجندة لما بسدد القرار على وجه الملف من وجه الملف الخارجي في تسلسل الجلسات سددت القرار بتاعي بحطه في دوره في ترتيب الملفات قضية كانت النعاردة 26 تسعة قلنا تأجلت لـ 13 تسعة بحطه في دوره في ترتيب الملفات الجلسات القضية التانية لما برجع للأجندة بعمل حاجتين بفتح يوم اللي أنا جبت فيه الجلسة اللي هو يوم 26 تسعة واكتب في الهامش تم تأجيلها الجلسة كذا كذا الموافق لكذا والقرار ده تزديد ترحيل بقى باجي على اليوم الجديد بامشي مع الأجندة في الأيام واجي على اليوم الجديد أكتب في محكمة شمال القاهرة دايرة كذا رقم القضية كذا كذا السنة كذا أكتب الخصوم وصفتهم مدعى ومدعى عليه في اسم الموكل بتاعي وفهامش صغير جاية من جلسة 26 تسعة لكذا القرار عشان أبقى عارف جات منين وحصل فيها ايه دي الأساسيات اللي بناء عليها بيقوم الشجل الإداري كله في المحكمة يبقى بيتطلب من حضرتك إنك تكون على علم بالعمل الإداري على علم بمعلومات قانونية خاصة بالذات بقانون المرافعات جوهرية متطلبة من حضرتك وأيضا جزء تاني خاص باكتساب الخبرة طول ما حضرتك بتشتغل في المحكمة أنت كل يوم هتعلم معلومة دي إذا حضرتك فشلت إنك توصل لمعلومة مش عيب إنك تسع إذا حضرتك حسيت إن في موضوع صعب أو مستعص عليك ما فيهوش أي غضادة في إنك تلجأ لشخص يسندك أو يدعمك أو يحاول إنه هو يوجهك للصح أو يوجهك لأسهل طريقة إنك تقدر توصل بها للمعلومة لازم تعرف إن عمل حضرتك في المهنة هو تعاون مشترك مجهود مشترك يعني لو شخص فاكر إنه بيفشل عمل شخص آخر أو بيحاول يسقطه هو بيسقط المكتب كله الكيان كله الشغل كله ما فيش تنافس نهائي بين عمل حضرتك وعمل غيرك لأن أنا مكتبي فيه أضايا خاصة بي مكتب غيري فيه أضايا خاصة بي لأنا بنفسه ولا هو بينافسني ولا أنا هاعتدي على شغله ولا هو بيعتدي على عملي ولا أنا ينفع أصلاً أقول إن زميلي في المكتب دو بيشتغل أحسن مني أو أنا أوحش مني نهائي لا يجب أن يعترف كل شخص بالعمل المنبي أنا اليوم حبيت أعرض أساسيات العمل الإداري وشكل ونمط اللي المطلوب تخرج بيه صورة المحامي المبتدئ حديث العهد الكلام يطول أنا مش حابب يكون أطول من كده في كلامي مع حضرتكم حتى لا أسغل عليكم الأمر أكتر فيه توسع أكتر فيه صيغة لكتابة المذكرات فيه صياغات لنماذج الصحف والدعاوة كل ده من متطلبات العمل الإداري بتكتسبها حضرتك بالخبرة والعمل وبتكتسبها حضرتك بتداول المعلومات ومشاركة الأراء بين حضرتك والسادة زملائك المحامية في المكتب أو اللي حضرتك بتقابلهم في المحكمة أو الأسادزة اللي حضرتك بتتعرف عليهم في الوسط بإجماله لإكتساب حضرتك وثقة لحضرتك في المعلومات أكثر وأكثر أنا كنت سعيد جدا في أن أنا تداولت هذا الموضوع لأن ده أنا كنت بصراحة حابب أتكلم فيه بالنسبة للشباب الحديث العهد في عمل المحامية واللي كانوا واغدين منطق خاطئ في أسلوب عمل المهنة إنهم شايفين إن مهنة المحامية صعبة وشقة مهنة صعبة فعلا وشقة ولكن مش بالصورة اللي متصورنا هي بطريقة أبسط كل ما الأمور بتوضح كل ما بيكون المسألة فيها أبسط أنا في النهاية شكرا أيضا للمجهود العظيم اللي عملته اللجنة الإعلامية اللي تداول هذا الفيديو كل القائمين عليها وكنت بتشرف بحضوري اليوم مع حضراتكم كان مع حضراتكم الدكتور وليد وأبا المحامية شكرا جزيلا